حبايبي ترميز الصف السادس الابتدائي اهلا بكم ومرحبا في درس جديد اللي هو تابع يونت 1 بعنوان reading ده اللي هو ليسون 3 ليسون 3 بارت 1 الجزء الاولين احنا خدنا قبل كده اللي هو يونت 1 يونت 2 ونبدأ نهارده ان شاء الله في يونت 3 بس بعد الفاصل وزي ما تعودنا دايما بنبدأ به الكلمات بنقرأ الكلمات الاول ونشوف المعاني بتاعتها والنط الصحيح بتاعها ماشي؟ ياريت بس تكرره وراي وانت كده عادي تتفرج على الفيديو ياريت تكرر الكلمة عشان تثبت معاك وتبقى عارف النط بتاعها السليم اول كلمة عندك كلمة create create يعني يبتكر او يخلق create يبتكر او يخلق create طيب pass through pass through يمر من خلال حاجة pass through pass through railway line railway line خط سكة حديد railway line زي ما احنا اتفعلنا قبل كده انه طبعا ما اقول كلمة سكة حديد اللي هي railway مش هقول اللي هي line السكة الحديد لا يبقى بالتالي احنا بنعمل ايه بالعكس بنقول railway ده سكة حديد ولين هو خط يبقى بالتالي بنعكس دايما بنحط الكلام ده بالنا عشان ما يرخبطكش railway line residence شكان مواطنين artworks أعمال فنية theater مسرح performance performance اداء او عرض performance اداء او عرض performance yoga class yoga class مش yoga هي في الانجلش يقول yoga لان الو عندنا او مش او يقولش ايه يو لا يقولها ايه يو yoga يوجا class delicious لذيذ حاجة لذيذة restaurants مطاعم restaurant hang out hang out يتسكة او يتمشة يعني ايه مقصود بيها يعني مش بيتمشة كده عادي لا ده ايه فيها يعني ايه مش ملتزم بوقت معاين مش ملتزم بشكل في التمشية يعني بيمشي اي حاجة hang out miss miss يفتقد miss قول لي ما miss يعني اللي هي الابلل في الفصل وكده لا التانية تبقى m capital capital m قولها miss فلانة اللي هي الانسة فلانة ولكن ديت ايه miss ليه فعل بمعنى يفتقد حاجة يعني مثلا miss فلان يعني يوحشو او مثلا miss the train يفقد القطار يعني القطار يروح منه وكده يعني ماشي طيب ندخل عالجوز التاني هو irregular verbs الافعال الشازة دي ما احنا قلنا اللي هي ما بحطراش ايدي في النهاية في الماضي ما بحطش ايدي ما قولش مثلا hanged out لا اقولها ايه hang out اللي احنا قلنا يتسكع هين hung out hung حولتها بس الى use ثم hung out برضو تصريف تاني تاني hang out hung out hung out طيب make make يصنع make made made ما قولش make made made طيب eat عارفينها كلنا eat eaten اللي هي ايه اللي هي the 16th floor the 16th floor الدور السادس عشر the 16th floor طيب ممكن اقول زيه the 15th floor the 14th floor the 13th floor the 6th floor the 5th floor حسب ايه اللي انا اقوله يعني الدور السادس عشر الخامس السابع زي من تمام كده طيب with more than 500 species with more than 500 species أو species اللي تنصح with more than أكثر من 500 فصيل أو 500 قطعة ماشي with more than 500 species you can walk through you can walk through تستطيع أن تمشي خلال أو عبر كذا you can walk through Alexandria is much quieter at night Alexandria is much quieter أكثر هدوءا at night تمام دي اسكندرية وائل is in New York for a year with his family read this email نتكلم على القصة النهاردة أو text النهاردة ده عبارة عن email وائل is in New York وائل موجود في نيويورك for a year لسنة مدة سنة ويذهب السامري مع الأسرة نقرأ الموضوع بتاعنا بيقولك هنا إيه what's wail's favorite place in New York إيه هو المكان المفضل لوائل فيه نيويورك بيقولك إيه hi Samir hi Samir أو Samir ممكن في ناس بيكتبع Samir بس هي خطأ مفرد إيه لأن Samir بتبع W أو I بس إما W أو I فقط طيب How are you I am well and New York is great أنا كويس ونيويورك ديت رائعة عظيمة Our apartment block is on the 16th floor خدناها بلكده apartment block لايه عمارة سكنية العمارة سكنية بتاعتنا أو المبنى اللينا نسكن فيه is on the 16th floor الشقة بتاعتي في الدور ال 16 So we have a great view بالتالي إحنا عندين إيه منظر رائع بتبص على منظر رائع New York has a lot of green spaces New York has عندها New York فيها A lot of green spaces مساحات خضراء كثيرة There are also a lot of projects في برضو A lot of projects مشروعات كثيرة To create To create عشان إيه ينشئوها Parks and green areas in parts of the city يعني بعملوا هناك Parks ليه إيه مشروعات خاصة بالParks Green areas مناطق خضراء in parts of the city في أجزاء من المدينة That no one uses now ما فيش حد بيستخدمها دلوقتي فيش حد بيستعملها دلوقتي Like the famous high line زي الخط العالي أو المشروع أو المعروف Do you know about it إنت عارف حاجة عنه الموضوع ده أو المشروع ده It passes through our neighborhood It passes اللي هو الخط ده بيمر من خلال الجيران أو الحي بتاعنا So I often go there أنا دي من بروح هناك With my parents مع أبائي It's really cool مكان جميل هنا كل مش معناه بارد لا مكان إيه مكان جميل Years ago منذ سنوات The high line was a railway line The high line كان عبارة عن a railway line خط سكة حديد But in the 1980s خد بالك من النطق دي But in the 1980s في الثمانينيات يعني إيه من سنة الثمانين اللي كانت تسعة وتمين من نسميها الـ 80s ماشي في 1980s Trains stopped using it الكطارات توقفت عن استعمال هذا الخط بعض الـ local residents بعض من السكان المحليين had an idea كان عندهم فكرة To make the old railway into a big long park إنهم يحاولوا الـ old railway اللي هو خط سكة الحديد الأديم into a big long park إلى حديقة كبيرة وطويلة مسحيتها كبيرة يعني That everyone could use ممكن الناس كتيرا تستخدمها بدلا ما تخليها كده إيه من جر استخدام Now it's a green space الوقت يتحولت إلى منطقة خضراء That runs for 2.5 km اللي بتجري يعني مساحتها بتمتد إلى 2.5 km With more than 500 pieces of plants and trees in it وفيها أكثر من 500 تفاصيل من الـ plants النباتات والتريز والأشجار فيها You can walk through the gardens إذا تمشي من خلال الـ gardens الحضائق دي See artworks هتشوف فيها أعمال برضو فنية Watch a theater performance هتشاهد عرض مسرحي Eat delicious food وتأكل طعام لذيذ Do a yoga class وتعمل فيها yoga class فصل تحضر فيه فصل يوغا Or go running أو تجري حتى Or just hang out with your friends there أو حتى إيه تتمشي مع أصحابك هناك في هذا المكان I think it's my favorite place أعطاك أنه مكان مفضل in New York Here is one of my photos of it أنا كده أم بصور لك صورة وبعيتها معي يعني فأمورها لك هاي وهو طبعا إيه بدي له الصورة هاي في الإيميل بيقوله إيه How are things back in Alexandria طب إيه الأحوال بقى عاملة إيه في اسكندرية I miss home أنا أفتقد الوطن I miss home هنا هوم مش معناها المنزل هي معناها الوطن أنا مفتقد و أنا وحيشني قوي New York is very noisy all the time New York دائما دوشة طول النهار أو طول الوقت But Alexandria is much quieter at night لكن اسكندرية بتكون أهدأ في الليل أكيد في الليل هو في الشتاء لكن في الصيف أكيد الناس لما يكون هناك بتبقى دنيا زحمة جدا دوشة There are lots of different restaurants في طبعا هناك في مطاعم مختلفة كتير في New York يعني And the food doesn't taste like the food at home والطعام اللي هنا ده doesn't like taste يعني ايه طعمه مش زي الفود at home اللي هو ايه زي الطعام بتاعنا في منزلنا أو في وطننا The Alexandrian restaurants المطعم الاسكندرينية are better أكيد أفضل I think the food is fresher برضو بيكون الطعام أكثر يعني ايه بيكون ناضج أكثر أو ايه لسه طازة And tastes more delicious وطعمه بيكون أكثر لزيزة يعني بيكون لزيز أكثر I miss Egyptian food so much طبعا أي حد بيسافر برا بيقول لك I miss Egyptian food انا ايه بيوحشني دام الأكل مصري جدا write soon اكتب لي and tell me all your news وقل لي على أخبارك كلها ايه وائل في النهاية يعني ده عبارة عن اييميل عادي جدا وهي في النهاية طبعا ايه بيتطمن عليه وبيقول له اكتب لي ايه ايه اخبار عن الوطن تمام ده ايه ده الايميل بتاع النهاردة طيب بما اننا خدنا كلمات وعرفنا مع معنيها وكده فهنشوف هنا الwords هنعملها matching مع ال definitions اللي هي التعريفات بتاعتي يعني كلمة hangout عنها يتسكع او يتمشى local residents اللي هي المواطنين المحليين السكان المحليين passes through يمر من خلال miss يفتقد وريلويلين وخط السك الحديد طيب ايه هنا المعاني بتاعتها المناسبة spend time with relax together اما spend time with يقضي وقتا معها او relax together ايه يعني نقول relaxation يعني في ايه استرخاء مع حد ماشي ايه اللي ينفع معها هنا طبعا ده ما قولك spend بدا فعل و relax برضو فعل يبعزين من هنا ايه فعل الفعل عندك فيه كيمة hangout في passes وفي miss هل هو hangout ولا miss ولا passes through فطبعا اكيد بيتكلم على hangout اللي هو ايه يعني يمشى معها فهدي معناها spend time يقضي وقت معها مع اصدقاء مع حد او relax مع حد تمام people who live in a neighborhood اللي هما ايه الناس اللي عايشين في الحي بتاعنا فدول اللي هما اسمهم ايه local residents اللي هما السكان المحليين time move between يتحرك بينه يمشي بينه time passes through نفس المعنى passes through to want something you can't have انت عايز حاجة بس انت مش تقدر تحوز عليها ليه miss يفتقدها ماشي ما قولك يفتقد حاجة بديت ايه معناها انت عايز حاجة او رغبها بس ايه مش قدر تحوز عليها او تحصل عليها فبالتالي ايه miss اخر اللي هيا حاجة اللي هيا a road for trains طريق للكترات اللي هو ايري الوي لاين اللي بديت الماتشنج قولنا ايه الكلمة وي معناها تمام tip نصيحة بيقولك ايه for true false exercises للتمرينات اللي هيا بتبقى معناها true او false صحة وخطأ first read the sentences carefully اول حاجة اقرأ الكلمات او جمل صح وبدقة underline the keywords علم عليك كلمات الرئيسية and look for similar words ودور عليك كلمات المتشابهة في التكست في النص تمام حاجة تانية compare the information قارن المعلومات بتاعتك في sentences في الجمل and in the text في الموضوع then choose your answer واختار الايه الاجابة بتاعتك تمام زي هنا ومثلا هنقرأ الايميل تاني مفروض بعدين نحدد true or false وبعدين نصحح ايه الخطأ in your notebook samer's family lives in a tall building samer's family عيش فيه tall building مبنى عالي هل صح ولا غلط هتقول لي اه صح ماشي خلاص لا غلط يبقى تصحح جملة طب نعرفها منين هل هو طول building فعلا اقفلك بس اللي هو الايميل عشان تشوفه نعمله كده screenshot وبعدين كارن ماشي خلاص خدت الحتة ديت اوكي كمل اخر جزء بس screenshot عشان ايه ترجع عليه وتشوف الموضوع طينا عندك برضو مظافة الكتاب اكيد يعني طيب نكمل there aren't many parks in new york مفيش باركات كتير مفيش حداء كتير في نيويورك صح والغلط هتقول لي صح خلاص هتقول لي غلط هتقول لي غلط لي تصحح الكلمة اللي هي ايه الغلط samer lives far from the high line بعيش بعيد عن الهاي لاين هل بعيد ولا قريب طبعا هتبقى كلمة فين far هل هو far فعلا ماشي لا هو قريب ايه هتراكس او هتغير كلمة far 4 in the past في الماضي the high line was a road كان طريق الهاي لاين ده كان طريق اصلا هتقول لي صح والغلط ماشي the high line is two and a half kilometers long اثنين ونص كيلومتر طول وكده اثنين ونص كيلومتر طيب samer loves the local food بيحب الطعام المحلي صح والغلط هتقول لي اه ماشي هتقول لي غلط لي read وعمل ايه matching بقى هنا ده تأمرين spend time with or relax together ده معناه ايه احنا قلناها فوق طعا ن spend time with or hang out تفكر people who live in a neighborhood الناس اللي عايشها معي في الحي ده بسميهم الايه local residents هل كده خلاص حفظناها move between ينتقل من خلال او بين يتحرك بين عندي كلمة ايه passes through اهي يمر من خلال 4 to want something you can't have to reach ما تقدرش يتحققه او تحصل عليه طبعا ده اعتبر ايه miss missing للحاجه يبديت ايه نفس المعنى road for trains منز قطار للقطارات اسولي طريق للقطارات اعكد رول ايه railway line تمام ده هو ايه التمرين البسيط الجميل ده تمام وكده بقى احنا خلصنا جزء الاول من يونت وان شاء الله الدرس الجاي ناخد روح ايه جزء تاني من هذا الدرس اراكم ان شاء الله في الحصة القادمة حتى ذلك الحين اتمنى لكم مكتما ممتعا واسعيدا اشتركوا في القناة